حقائق علمية عن طائر البجع الابيض البجع الابيض طائر فريد ورائع يمكن العثور عليه في اجزاء مختلفة من العالم تشتهر هذه الطيور بحجمها الكبير ومظهرها المميز وسلوكياتها الممتعة في هذه المقالة سوف نستكشف بعض الحقائق العلمية حول البجع الابيض الخصائص البدنية البجع الابيض طائر كبير يبلغ طول جناحيه 9 اقدام 2.7 متر لها ريش ابيض مميز مع ريش اسود على اجنحتها وذيولها هذه الطيور لها فتورة كبيرة مسطحة يستخدمونها في التقاط الاسماك من الماء لديهم ايضا كيس حلق كبير قابل للتمدد يمكنه استيعاب ما يصل الى ثلاثة جلونات 11 لترا من الماء والتي يستخدمونها لتخزين الاسماك قبل البلع الموئل والتوزيع تم العثور على البجع الابيض في اجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك امريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا واسيا يفضلون العيش في المسطحات المائية الكبيرة مثل البحيرات والخزانات والبحيرات الساحلية تعرف هذه الطيور ايضا بسلوكها المهاجر حيث يسافر بعض السكان لمسافة تصل الى ثلاثة الاف ميلا اربع الاف وثمانية مائة كيلو متر كل عام النظام الغذائي وسلوك التغذية البجع الابيض طائر لاحم يتغذى بشكل اساسي على الاسماك يستخدمون فواتيرهم الكبيرة واكياس الحلق القابلة للتمدد لجرف الاسماك من سطح الماء تشتهر هذه الطيور ايضا بسلوكها التعاوني في التغذية حيث تعمل معا في مجموعات لتربية الاسماك في المياه الضحلة حيث يمكنهم صيدها بسهولة التكاثر يتكاثر البجع الابيض عادة في المستعمرات حيث يقوم كل زوج ببناء عش مصنوع من العصي وغيرها من المواد تضع الاناث بيضة واحدة الى ثلاث بيضات يتناوب الوالدان على الحضانة لمدة ثلاثون يوما تقريبا بعد الفقس يتم اطعام الكتكيت الاسماك المتقيئة من قبل والديهم حتى يبلغ من العمر ما يكفي لمغادرة العش والتي عادة ما تكون حوالي عشر اسابيع حالة الحف البجع الابيض مدرب كنوع من الانواع الاقل اثارة للقلق من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اي وسية ومع ذلك فقد شهد بعض السكان انخفاضا بسبب فقدان الموائل والتلوث تبذل الجهود للحفاظ على هذه الطيور بما في ذلك حماية مواقع تعشيشها وتقليل التلوث في موائلها في الختام البجع الابيض طائر رائع يتمتع بالعديد من الخصائص الفريدة والممتعة تشتهر هذه الطيور بحجمها الكبير ومظهرها المميز وسلوكياتها الممتعة يمكن ان يساعدنا فهم هذه الحقائق العلمية حول البجع الابيض في تقدير وحماية هذه الطيور الرائعة للاجيال القادمة شكرا لكم على اهتمامكم وامل ان تستمتعوا بالفيديو اشتركوا في القناة